الشبكة البرامجية للقناة الأولى لهذا الموسم الجديد 2024-2025 ثرية كالعادة دائما فيها الكثير من البرامج منها البرامج التي كانت في شبكة الماضية والمستمع طلبها وأراد أن تكون لها أيضا موسم جديد ومنها برامج جديدة دائما نحاول أن نفاجأ المستمع الكريم بأفكار جديدة بربما أحيانا هو يطلب مثل هذه الأفكار ومثل هذه البرامج لتكون في الشبكة سنبدأ بالجديد فهذه المرة أهم ربما الخطوط العريضة أو أهم البرامج التي ستكون هناك استحدثنا برامج شهرية هذه البرامج سترافق المستمع الكريم لأنها ستنتقل يعني بلاطوهات خارج الإذاعة ستكون تنتقل إلى ولايات من خلال مبادرات هكذا اجتماعية تهم المواطن مثل برنامج بادر أيضا برنامج بنك الحياة يعود هذا الموسم الموسم الثاني دائما بالاشتراك مع الوكالة الوطنية للدم حيث سنجوب ولايات أخرى أيضا لغرص ثقافة تبرع بالدم لدى المواطنين هكذا لإنقاذ حياة الكثير من المرضى أيضا برنامج في حضرة الكبار هو برنامج تكريمي لشخصيات مبدعة فنية قدمت الكثير للفن وعالم الإبداع في الجزائر هذا البرنامج للزميل نوردين صانع سيكون على شكل صهرة فنية تكون مباشرة من نادي عيسى مسعودي سنحاول أن نقدم هكذا يعني لفتة خاصة بهؤلاء الشخصيات بحضور عائلتهم أصدقائهم زملائهم سيكون في حفل بهيج هذا أيضا سيكون كل شهر إلى جانب أيضا برنامج رؤى وأفكار عبارة عن ندوة فكرية ستكون بالنادي أيضا بالنادي عيسى مسعودي ستكون بمشاركة مفكرين أدباء مثقفين هي ندوة فكرية ثقافية نحاول أن نناقش الكثير من الإشكاليات الثقافية والفكرية إلى جانب برامج أخرى جديدة منها برنامج أمجد الجزائر في التاريخ قالوا ناس الزمان سنعود إلى أمثالنا إلى الحكم التي ورثناها عن أجدادنا أيضا محلها بلادي سنتمتع بجمال الجزائر لكن هذه المرة بصورة وصوت أيضا مدم أننا أيضا ستريمينغ عبر صفحاتنا الرقمية برنامج المرآة برنامج اجتماعي لكي أنجح هذا البرنامج الذي يقدم فتيح النجاح في كل المجالات هكذا نصائح نماذج ناجحة في الحياة صدى الجامعة حتى تكون الجامعة حاضرة معنا من خلال برامجنا وتكون أيضا مرآة لكل ما يحدث من جديد في الجامعة القطب هذا البرنامج الإخباري الذي سيكون أيضا منقل مباشرة من أحد الأقطاب الجامعية برؤية جديدة برنامج إخباري جديد أيضا إلى جانب البرامج المعتادة التي دائما لمواسم وهي تواصل تقديم كل ما هو جديد للمستمع الكريم مثل صحتي للعائلة تفاصيل مجتمع المعرفة هناك الكثير من البرامج سن الدراما هناك أيضا برنامج جديد نسيته للزميل يوسف خليف برنامج الجزائر الآن هذه المجلة المتنوعة ستكون في نهاية الأسبوع ستقدم الكثير من الأركان والفقارات للمستمع من الأفكار من النصائح حتى من الضيوف برنامج جميل أيضا هناك أيضا برنامج أثر برنامج حكاية مكان لا أستطيع أن نعد ربما كل برامج صباح الجزائر ليلي الأولى مساء الأولى يعني هكذا خلطة من البرامج المتنوعة في مجالات عديدة أكيد المستمع سيجد يعني كل أذواقه وحتى ما طلبه مننا من خلال تعليقاته على صفحاتنا الرقمية أو من خلال طلباته عبر الهاتف سيجد ما يريده خلال هذه الشبكة المتنوعة وإن شاء الله تنال إعجاب الجميع ترجمة نانسي قنقر